الأستاذ وصانع المحتوى فخري جرار وحلينا أقولكم أنه فخري يعني على بسم الله عليه يعني هو لسه صغير خلينا نقوله شوي بالعمر بس بنفس الوقت قدر أنه يثبت حاله في مجاله سواء بسوشيال ميديا أو حتى كمان كأستاذ في مادة الرياضيات أهلا وسهلا فيك فخري أكل مرة بحاول ألاقي جواب للمقدمات الحلوة بس أنا أعجب جد شكرا شكرا أما أنه ما حكيت كثير لا والله بالعكس يعني إشي يعني لكثير كلام بالعكس هذا إشي قليل عليك والله يا فخري الله يكرمك شكرا وإحنا كثير من نكون مبسوطين لما منشوف حدا عن جد هيك عنده طاقة عنده شغف عنده حب وما في شي بالنسبة له اسمه مستحيم أنا أعرف أنه جمهوركك كمان عم بيتابعه كثير شكرا والله يعني خجلتيني وإحنا من نتمنى يعني دايما أنه نعطي رسالة للناس أنه اسعى ويشتغل على حالك لأنه إحنا تعرف جانب السوشيال ميديا جزء منه غسيلة دماغ صار للناس فإحنا بنحاول دايما أنه لسه لأ خلينا نتطلع الزاوية هذيك فيها شغل وفيها تعب ومعافر لأنه هيك الدنيا آه برافو عليك يا مجوز رسالة والله حلوة والله خليه نصيح حلوة من البداية طب هلأ إحنا عرفناك فخري على السوشيال ميديا وصانع محتوى قبل ما نعرف أنه أنت أستاذ في مادة الرياضيات كيف بلشت أول خطوة لإلك يعني شو خطر على بالك اليوم أنك تفوت بالسوشيال ميديا أوكي هلأ أنا بالبداية بالبداية أنا بالأصل بالأصل قبل السوشيال ميديا أنا شخص يعني بحب التعليم وبحب الدراسة وبحب والحمد لله تخرجت أول على الدفعة فأنا دائما كنت بهذا الجانب تبع الدراسة ومطلعش من البهت وحالتي حالي هلأ فيه إصحابي وقرائبي اللي هو أحمد الشايب ومنتصر والشباب بديت أني يعني حبيت الإشي أني صرت أتصور وأطلع معهم فأي مرة مرة سنة وورا سنة لحد ما لقيت حالي أني في فترة الفترات عم ببعد قاعد عن جانب التعليم وعم بقرب أكثر من السوشيال ميديا لحد ما صارت نقطة أنه أنا اكتشفت مش أنه مش شبهي بس اكتشفت أنه مش هذا المكان اللي أنا لازم أعطي طاقتي فيه لا أنا أفضل أداء في إشي ثاني اللي هو التعليم فالناس ما عرفتني أني أنا تبع رياضيات أو تبع علم أو كذا لأنه غطيت هذا الجانب كنت مبينة أنت يعني أنت حبيت أنك تخفي الجانب أنه أنت أستاذ رياضيات مش قصة حبيت أني أخفي أنا شبه نسيته قدما أنا كنت منجر مثلا في عالم السوشيال ميديا فأنتي علي؟ هلأ لما رجعت طبعا رجعت بعد عدة تفكير وقناعة أنه هذا مكان الأصل أنه أنا بأعرف أعمل هذا الإشي أفضل من أني أعرف أعمل السوشيال ميديا ده حد ما قدرت أوازن بينهم فلما رجعت له كان فيه زي شق يعني أنه تمالك إذن إليك ثلاثة سنين مثلا سوشيال ميديا وضحكوا مزحوا ومش عارف إيش هلأ جايد قلنا بالدرس فكان فيه عدم تقبل في البداية كبير وبعدين أنت بتحكي عن فرق شاسع يعني بالمجالات نعم يعني مستاذ رياضيات مادة ضخمة دسمة كل العالم يعملها حساب وبعدين من روح للسوشيال ميديا هذا نعم فيه تناقض خلينا نقول جدا وهذا يمكن اللي اللي خلاني هيك شوية يعني تغير تفكيري أنه أنت لازم تعمل الشغلتين بحكمة مخيفة حتى ما تخسر برأيك أنت المحتوى الكوميدي اللي أنت عم بتقدمه يعني كان له دور في تعليم الطلاب أو تحفيزهم هلأ شوفي بدأ حكيلي الشغلة هلأ أنا مش كوميدي بمعنى أنه أنا هل أنا مثلا شخص دارس علم الكوميدي لا أنا في ناس كثير أفضل مني في الكوميدي فأنا ما بصنف حالي كوميدي بس هي الفكرة العفوية اللي كنت أطلع فيها حتى مش عندي يعني أنا عندي على الستوري ما بعرف أطلع بها العفوية حتى أنت لما تفتح صفحتي هتلاقيني آخر فترة وهذا الجاي هقدم محتوى ثقافي أكثر وتوعوي أكثر الضحك والمزعك ما بعرف ليه سبحان الله بنجح فيه على أكاونتات صحابي أكثر سبحان الله فإله جانب بالتعليم نعم الطالب الآن تعرفي الحياة فيزات كل فيز بتغير إشي طبعا فبطلت زي أول قصة التعليم أنه تكون جامد وكذا وبنفس الوقت ما تخسر رزانتك فأنت بدك تكون بالنص فبرضو مش غلط أنك تدخل الكوميدي والمزح بس بحدود 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 ما تخسر رزانتك حبتك كلمة طبعا أنت بتقدم علم علم تخلطه بشوية مزح عشان تغير الجو ما فيه مشكلة بس أنا بشوف العجب للأمانة يعني فيه أشياء بشوفها يعني يتعدوا لحدود الحمرة من ناحية أنه حتى أخلي الطالب ينبسط أنا في اللي بيطبل واللي بيغني فلا أنا ضد هذا يعني صار الموضوع سخيف نوعا ما يعني حتى عم منقلل من أهمية المواد التعليمية جدا أشيك بقول لي موضوع مش سهل بدك تكون حكيم جدا شفت أنت برجع فيك حس الأستاذ آه ما بقدر فأنت في البداية كنت عم بتقول أن السوشال ميديا أخذتني وعدت سنين وحبيت الموضوع بس سبحان الله كيف بظل عندك حس الأستاذ مية من مية ما بقدر هذا المجال بشتغل فيه التعليم يمكن الناس اللي بالسوشال ميديا أصحابه هيك ما بيفهموا القيود تبعته وقدر الإشي صعب غير أنا لأني أنا فيه فهذا الإشي غير كثير من تفكيري أنه جد لازم تكون أنت كثير دقيق في تصرفاتك بتصير تنتبه أكتر كمان شو بتنشر طبعا طبعا يعني مقارنة بزمان كثير اختلف الإشي حتى بالأيام الجاي حتشوف النشر مدروس بطريقة أفضل نحكي عن الأديم ونحكي هلا عن الخطة الجديدة يعني مثلا أنت الأديم عايش كنت مركز أكتر إشي عشوائيات حرفيا يعني عشوائيات فيه ترند بنصوره ومزح طلعات نزلات أي إشي يعني كنت خلاص أشوف أهم إشي هذا شيء غير مخل بالأدب يعني أنا آسف حتى لو تافح كنت أنزله أنا صريح بس هلا موجود المزح أنا ما بقول لك أني قلبت لا لا بمزح وبضحك وزي ما أنا بس فيه شوية كنترول أكثر على الإشي اللي بدك تنزله أنه هل هذا بتناسب مع الإشي اللي أنت بتقدمه كمعلم على فكرة أنا طبيعي أنا برقص بالأعراس أصحابي يمكن أنا أكثر واحد يعني أستاذ رياضيات مش بني هذا عادي فكرة الأبيض والأسود هاي يعني ميزة خلينا بالرمادي أنه عادي أنا شاب مدام أنا ما عم بروح للإكستريم في الغلط عادي بضحك بمزح بغني برقص بس بحدود ممكن كمان مع طلابك تعمل أجواء وتحببهم أصلا بمادة الرياضيات أنه مادة الرياضيات من المواد الثقيلة يعني إذا ما كان المدرس اليوم قادر أنه يوصلها بطريقة سهلة ولطيفة ومع مسحة ومع شوية كوميديا كيف بدأ تفوت عقل الطالب خاصة اللي مثلا ما عنده القدرة أن يستوع في مادة الرياضيات وهي كعلم حتى مع تطوير المناهج المركز الوطني غير المناهج صارت مناهجنا قريبة للمناهج البيطاني وهيك موضوع الرياضيات صار نوعا ما أصعب كمنهج فبدأك برضو تكون بصراحة يعني نوعا ما متمكن علميا فأنا في صراع أنا بدرس الرياضيات كل يوم حربيا تقريبا أطور معلوماته هل أنه رياضيات مادة كمان هي نعم لأنه حتى لو أنت أستاذ لا تنغر يعني اطور اقرأ اتنور فما بين الحين والآخر طيب في ناس بيحكوا لك أنه أنت شخص هذي وبتخجل شوي صار معاك موقف عن جد أنت خجلت منه فعليا آه أنا كثير خجول أعطيني موقف صار وين بالسوشيال ميديا بالسوشيال ميديا أو بالشارع أو مع هالناس آه مرات مرات بيصير مواقف الله يسامحهم الشباب بيكونوا مثلا هما بيعرفوا أني خجول فشو بيعملوا بيستغلوا أي شغله وبلابسوني بحده فمثلا بيجي حده مثلا أنا أول مرة بشوفه فبلابسوني فيه بيقول يا باية مثلا فخري والله اسمع كثير بيتابعك وبحبك وا 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 فأنا بخجل آه خلاص أو مثلا صراحة يعني موضوع أنك تتصور مثلا تكون أنا أكون مع جماعة ويجي حده مثلا يطلب يتصور بخجل جدا يعني ما أبدأ زعل هذا وما بدي أترك الناس اللي أنا قاعد معهم فهذا كثير بخجلني الإشي طيب أنت كمان في لك علاقة بهندسة الكهرباء آه أنا دارس بالأصل هندسة كهرباء الحمد لله الأول على الدفعة وعلى أمل أني عمل ماجستير رياضيات بس ليك شو عد رطي بشوي طيب أنت شو دخل كل هالاختيارات وهالتخصصات وهالمجالات يعني شوف اسمك شوفي أنا اللي بعرفه أن السوشال ميديا إدمان نعم اللي بيفوت بالسوشال ميديا لو بلشت في فيديو واحد وضرب معاك نعم للأسف أنت أصبحت مدمن على السوشال ميديا للأسف أنا بحكي للأسف بتخلي الشخص يتخلى عن باقي مهاراته طب أنت خلص يعني أنت ضرب معك فيديو أو فيديوهين أو صار عندك مليون أو اتنين هل أنت مثلا شايف أنه مهارتك بس هون في ناس آه بس قدي نسبتهم مش كل العالم بس أنا شايف نسبة كبيرة من العالم أي واحد ضرب معا فيديو بتخلى عن كل ما بترك الشغل بترك الوظيفة ليه؟ طبع اشتغل هنا ونون هل أنا شغل التعليم سهل؟ طبع أنا كنت في السوشال ميديا ومرتاح وقاعد في منطقة الراحة وفيش إش بس يا عمي من لا يتغير يهلك من لا يتطور يهلك صح ضلك اشتغل أعطيني أكتر مسج وصلتك سواء إيجابية أو سلبية وأثرت فيك على السوشال ميديا من وراء محتوىك خلينا نحكي بالإيجابة السلبي لأنه السلبي ما يعني وين ما تروحي فيه سلبي وما بتخلص ومين ما كنت هينتخدوك مين ما كنت فالإيجابة آخر مسج وصلني بصراحة يعني أثر فيه بشكل قبل تقريبا أسبوع أو بعد نتائج التوجيه الحمد لله أنا جابت عندي السادسة على المملكة ما شاء الله تريستك نعم 99.6 ما شاء الله الحمد لله طبعا يعني أنا ما بقدر أنكر تعالها الله يبارك فيك مبروك إلا طبعا هي بدها تدرس طب مجهودها طبعا بس أنا بفرح إن أنا كنت أداة ساعدت في هذا الإشي وصلني مسج من أحد الأمهات بتقول لي أتمنى إنه يكون ابني زيق قسما بالله فأنا بتمنى يكون أحسن مني هذا إشي كثير إيجابي إنه الناس تأخذ منك يعني تأخذ طاقة طاقة إنها تشتغل طاقة إنها تغير تفكيرها للأفضل أنا بقولهم يعني أنا مش مش أفضل حدا مش القدوة النموذجية بس بحاول دائما لو عشرة بالمية إيجابة أأثر فيه بالعالم لا وشو بدن هي تطلعت على الجزء الحلو فيك قدرت تعرف أنت عن جد إيش نيتك وإيش هدفك وإيش الإشي الحلو اللي موجود فيك وحبت إنه يكون ابنها مثلك يعني إن شاء الله يعني أتمنى إني أكون لو 5 بالمية صورة إيجابية والله للعالم أكيد طبعا ليش لا يعني أنت اليوم ما شاء الله أنك أستاذ رياضيات ودارس هندسة كهرباء وكمان متابع على السوشال ميديا يعني هذا الحكي كله أنت ممكن اليوم تستفيد منه حتى كمان إنك اليوم بتحسن مستوى التعليم عندنا أو تعطي طلابنا اللي للأسف صار موضوع التعليم عندهم إنه يروح على المدرسة ويحضر هالحصة صار إشي بالنسبة له مقيت ومميت ولازم يروح يعني بالإجبار ومجع باله يفتح كتاب وبدوش يدرس ومش شايف لإله مستقبل ومش مخطط أصلا هو إش بدو يتخصص يعني إذا بتسمحي لأعلق هاي النقطة وكون صريح السوشال ميديا حكيت لك ببداية الحلقة غسيل الدماغ صار كل حدا الآن هو مش عارف قدراتي أنا مش عارف قدراتي أنا بأفهم بالتعليم وحكون ناجح ما بعرف بس في ناس على السوشال ميديا للأسف نجحت في تجربة معينة يعني مثلا زبطت مع الحياة بظروفه هو صار مثلا مليونير صار مثلا ناجح جدا فصار يسقط تجربته بالإجبار وبالأسلوب المنفر على الناس فبتلاقيهم مثلا بيطلعوا بيصرخوا اترك الوظيفة ليه يترك الوظيفة انت متعود على الروتين ما للروتين احنا كلنا عايشين في الروتين صح ولا لا جد جد كلنا عايشين كلنا منشتغل كلنا عندنا التزامات كلنا عايشين فانت قاعد مثلا كA أو B أو C من الناس انت قاعد تجبر الناس بس انها مثلا تتخلى عن الوظيفة وانت طب طب عدا المواخذة السؤال هل هو ظرفه زي ظرفك لا طب السؤال هل الاسلوب بيفرق بيفرق جدا ليه هس انا بقدر انصح نفس نصيحته بس باسلوب ثاني كيف هو بقول اترك الوظيفة وانت خليك هيك وانت سي وانت مش عارف ايش بس انا شوف وجهة نظري الوظيفة جزء من مرحلتك انت مضطرة تمر فيها انت مش يعني انت مجبر انك تكون الان في هاي الوظيفة بس انت مش مجبر انك تضل مدى الحياة انت بتقدر تتخذ قرار ان هاي الوظيفة تكون جزء لكن في المستقبل انت تصير مثلا رئيسي الشركة كيف اني اشتغل احالي خليك بالوظيفة بس لا تقول انا بدي اضلني هون مدى الحياة اشتغل لانه ما في اشي ما في اشي زي ما بيقولوا مضمون نعم وغير هيك انت ما بتقدر تتحكم في كل ظروف حياتك يا عمي انا مجبور اشتغل بوظيفة انا كل العائية نص الاردن اذا مش كلها تشتغل وظائف في البنك في مدرسة شو يعمل ربنا كاتب له الان هون يشتغل هلا هو بيقرر يتطور وهو بيشتغل بتعب اكثر فبتطور 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 اما لا تيجي خبط لزق تقوله انت مدفون لا مو مدفون انت شخص رائع والله هي فخري وانا سعيده جدا بكلامك اتمنى فعلا ان الناس تستوعب فكرة انه حتى قصة اليوم حتى الانفلوينسرز والمؤثرين هم ممكن يكونوا عم بياخدوا مصاري كرمالة يزرعوا افكار مثلا معينة انا مش بعمم ومش عم بحكي عن اللي بالاردن انا بحكي بشكل عام وبالعالم كله انت اليوم ممكن عم تاخد مصاري كمؤثر لهدف معين عشان تزرع بنفوس الشباب وعقول الشباب افكار معينة تبعدهم عن اشياء معينة هي اساسية بالحياة فهون اليوم الرك عليك انت واللي مثلك الناس صارت تشوف انه من كثر ما بنشوف بالسوشال ميديا وانا جزء من هذا الاشي الناس صارت تشوف الاكستريم عادي يعني دائما السوشال ميديا بنظهر الجانب المشرق فلحد ما الناس ايقنت انه ما انه جانب مظلم فهمت علي؟ فلا احنا كلنا ولد تسعة كلنا شبه بعض انا استاذ رياضيات بسيط جدا زي زي اي حد الان في الشارع الاردني والله العظيم نفس عداته وتقليده انا جاباني اقعد معاك نعمل حلقة تانية بس عن رياضيات انا بتشربة لانه دي سلك هو السؤال اللي ما بحب الرياضيات ممكن يصير يحب الرياضيات بالاسلوب واذا هو بس من جوا شاف انه بقدر هو الناس بحكيلك صارت زي قالب جاهز انا ما بحب الرياضيات انا ما بحب الرياضيات زاعد انه انت وين رايح اذا جد مش هتفيدك في حياتك ما تحبهاش يا أخي هلا رحسلك اسئلة سريعة جاوب بدون ما تفكر عشان نعرف اكتر عن شخصيتك ولا يهمك اكتر موقف بينك وبين مهاوش بضحك اه كثير مواقف هلا عشان تكون بالصورة انا اكثر انسان بضحكه هو هو بعترف شخصينا انا اكثر احدا بضحكه فكل المواقف اللي برمي فيها افهات عشوائية وهيك بضحك بطريقة غريبة تمام بعد مرتبة منتصر ومهاوش بتحس حالك عن جد عذابي ولا حالك بصراحة بحاس في فجل الامانة فصار معظم وقتهم مع عائلتهم نعم فانا صرت معظم وقتهم مع شيلة العزابي اه دائما ليك يا حرام العزابي بتغير الوضع والله تعليق الوالد على فيديوهاتك اللي بتنتشر على الكومي اللي بتنشرها عن السوشال ميديا ما له تعليق والدك يعني والدي ما يعني بصراحة والدي هو هو أغلى شيء في حياته وأمي فدائما الله يكرمك كل الحكم والأشياء والأي إشي في حياتي واعي أنا تعلمته من والدي فوالدي دائما بعلق يعني زي ما بحكوا القردة بعين أم وغزر نعم تحية طبعا الله يخليك يا رب لو ما كنت أستاذ إيش ممكن تشتغل مهندس أو مدرب الحمد لله أنا دائما سريع التعلم أي مهارة علميني إياها بدك أتعلم أدرس مواد طب بإذن الله أني بقدر ما شاء الله فأعطيني أي مهارة أتعلمها وبخش فيها ما عندي مشكلة في عندك حدا بتشوفه قدولة إليك؟ شخصيات على السوشيال نعم نعم في رجل أعمال مصري مثلا بستلهم منه أشياء في اسمه صراح أبو المجد حتى عمي الكتاب اسمه مستيكس أو الأخطاء هذا الكتاب ما بيّن فيه جوانب المشرقة بيّن فيه كل الأخطاء اللي بيوقع فيها البني آدم قرأته غيّر من تفكيري كثير أنه لا تخطأ في كذا أنا خطأت في كذا كثير مهم الكتاب طيب بعتلي اسم الكتاب عشانا بنسى بعتلي بعطيك إياه كمان أو تبعتلي الكتاب أعطيني الكتاب لا 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 بعطيك الكتاب هدية مني الله يخليك بجيب لك المرة الجاية طيب آخر إشي إذا طلب منك حدا نصيحة وحدة شو بتكون هاي النصيحة؟ نصيحة يعني عادة تكون جملة طويلة آه عادة لأنه هي مترابطة أول شغلة دائما بحكيها في كل مقابل كون حقيقي لا تظهر شخصية للعالم وتكون أنت شخصية ثانية هاي أولا ثانية شخصية عافر بالحياة خصوصا بعمر العشرينات هذا عمر السعي والتقلب والتخبط والوعي والإدرات أنا بسميه عمري الضريبة فأي حدا بده يدخل على العشرين أو قبل أو في عمر العشرين عافر عافر لا تخلي إشي إلا أنك تجرب وتتعب فيه وخلي نفسك طويل في الحياة لأنه الحياة مش وردية أبدا أنا بدي أشكرك الله يخليك والله بتخجليني هيك لا والله شكرا فخري جرار أنت فخر لكل الشباب الأردن والعالم العردن وأنا بتشرف أني شفتك وطلعت معاك وبتشرف بكل طبعا الموجودين هنا وجد شكرا هاي المخابلة بداية يوم فصنعت يومي كله إن شاء الله دائما نكون أيامك حلوة فخري أكيد بدي أشكرك مرة ثانية الأستاذ رياضيات ودارس هندسة كهربا وصارع محتوى على السوشال ميديا بدي أشكر وجودك معنا